رضي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا السين والقرآن الحكيم إنك لن نفسر على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتعذر قومهما أعذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعاقهم أغلالهم فهي إلى اللذقان فهم مقمهون وجع جاء من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسوى ساء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر أن اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وعجر كريم إنا نحن نحي المبين ونكتب ما قدموا والثيران وكل شيء حقناه في إمام المبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية الجاهل وصلون إذا وصلنا إلى أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم وصلون قالوا ما أنتم إلا بشر وشفنا وما أنزلت ضحفان من شيء يراتم إلا تكلمون قالوا ربنا يعلمنا إليكم المصرون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا للأرجمنكم وليما سمكم منا عذاب العظيم قالوا طائركم معكم أي ما ذكرتم بل أنتم قوما مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل وسعى قال يا قوم اتبعين مصرين اتبعوا من لا يسعلكم أجرا وهم ما تدون وما لي لأ أعبد الذي خطرني وإليه توجع جوان أتخذ بذوري ودونه آلئة المائرين الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا يلا ينقضون إني ذلك الظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون خيل ادخل الجرنة قال يا قومي أعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل ما على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا معزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامضون يا حسرة على يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم أروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أن ينهيهم ولا يرجعون ويأكل لنا جميع الذين محضرون وآية الأطلاء الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا وسمنها يكفلون وجعلنا فيها جنات من دخيل وعنالي وخجرنا فيها من العيون ليأكل من أثمرهم وما عملتهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها منها ظنف الأرض ومن أفسهم ومما لا يعلمون وآية الله الليل نصلح منهم ما عرفينهم مظلمون والشمس فجر مستخص لها ذلك تقديم العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى أعادك العوجود الحديم للشمس يمغي لها أن تدرك الخبر والليل سابر سهر وحار روح في فلكي يسبحون وآية الله أنها حملاء ذريطية وفي الخلك المشحون وخلقنا لهم لمثله ما يركبون وإن نشع نغلقون فلا صريح لهم ولا وليهم ينقضون إلا رحمة منا ومتى ومن لا حين وإذا قلناهم اتقوا ما بين عينكم وما خلفكم وعن لكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم وما كانوا عنها معرفين وإذا قلناهم اتقوا مما رضق رضق الله قال الذين كفروا قلنا من ونتعي ونتعي ونتعون تشاء الله وقعمه يا رضاكم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ين كنتم صادقين لا ينظرون إلى صحة واحدة تأخذه وهم يخسون فلا يستطيعون تلسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الضغف إذا هم من الأجذاث إلى ربهم ينسلون قالوا يا وإلنا من بعثنا عثلوا خدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانتنا صحة واحدة فإذا هم نبيع الذين محضرون فاليوم لا تجلب نفسهم شيء ولا تجلب يوم إلا معقوة تابطون إن أصحاب الجنة اليوم في صغرهم فاكهون هم وأزواجه في ظلال على الأرائك متككتون لهم فيها فاكة ولهم لا يدعون سلاما قولا بالرب الرحيم وامتاب اليوم أيها المجرمون ألا ما هذه الوعدة أيها دم أن لا تعبوا الشيطان لهم أعضوا المعبين واني أبواني هذا صراط مستقيم ولخضع ظن لم ينخجب الله كسيرا فلم تفهم تعقلون هذه ذي أنم التي كنتم توعدون يسلعوا حسلوا حسنا كنتم تتفون اليوم نخدم على أفواههم وتكيبنا عيليهم وتشهد وجدهم لما كانوا يكذبون ولو نشاء وثمسنا على أعيضهم فاسترقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره النكس في الخلق فلا يعاقلون وما علمناه الشعر وما يمنغي له ما هو إلا ذكر وقرآن المبين ينذر ما كان حيا ويحق حقا على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم إما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وظلنا لها لهم فمنها رقوبهم ومنها يحلون ولهم فيها منافع ومشارك وفلا يشكرون واتخذوا من غضون الله آلهة لعلهم يحصلون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم محضرون فلا يحزنك خوكهم إنا نعلم ما يصحون وما يعلنون أولم يرنا سالسنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيح سبين وضربنا نعلم سلا ونسي خلقه قال لي لحيم عظام وهي رهيم وليحيها الذي نشاه شون مر وهو بكل خلق عليم الذي ذعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه طرفدون أوليس الذي خلق السماوات والأوض القادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما عبره إذا أراد شيئا يقول له كن فيطيرون فسبحان الذي بيبه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم